نرجع تاني الأهدافنا خلينا في مطشنا النهاردة جمان واحد من الأهداف اللي بالنسبة للجماهير يعني يهمها أنها تأكد عليها قوي حلوة الأداء حلوة الأداء اللي الفترات طويلة جداً حتى في ظل المكسب كانت مزعالة أو كان غيابها مزعى الجماهيرنا دي الأهل وكانت الناس دائماً بتشوف أن دي مش كورتنا كورتنا ظهرت في المباراة فيوتشر الأخيرة وخصوصاً أنها كانت مباراة برضو قوية لأنه فيتشر واحد الحقيقة تقدر تقول عليه الحسن لسود السنة دي واحد من أفضل الفرق اللي بتلعب كورة فريق بطل متوج بكسر ربطة أول بطولة حققه في تاريخه فريق عنده شخصية يعني سيبك من فكرة أنه لسه طالع أو لسه ضيف جديد على الدورة الممتاز لكن فريق عنده شخصية وعنده سكواد برضو محترم جداً وعنده لعبة من أحسن لعبة في مصر بصراحة فكون الأهل يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز عريض وفوز كبير جداً على فريق بحجم فيوتشر أعتقد دي واحدة كانت من المكاسب الكبيرة جداً في الفترة الأخيرة وزي ما قلت ما تستنوش من ميستر سوارش لا في مباراة بيترو جيت ولا في مباراة الجونا ولا حتى في مباراة فيوتشر اللي احنا قدنا فيها أروع داء أنه رجل يكون صاحب بصمة يعني ما فيش مدرب هيقدر يوصل فكره ويقدر يحفظ لعابته ويقدر يفهم إمكانيات فرقته بشكل كامل في 3-4 متشون لكن تقدر تقول أنه فيه مقدمات أنا الحقيقة في مباراة فيوتشر بعيداً عن النتيجة والفوز لاحظت حاجات كتيرة جداً يعني اتغيرت فيه طريقة وفي شغل الفرقة ككورة منها وأهمها اللي كانت واضحة جداً بالنسبة لي إعادة توظيف الأدوار والواجبات اللي بيقوم بيها السلية وحمدي فتحي وده الحقيقة كان في أوقات كتير جداً في فترة ميستر بيتسو موسيماني الأخيرة لأنه بدايات موسيماني السنة دي ما نقدرش ننسى أنه الأهل كان ملعب كورة حلوة جداً لكن لأسباب كتيرة جداً طريقة أو لفكر أو لبصمة ميستر سوارش اللي نتمنى أنها تكمل وده واحد من أهداف النهاردة نتمنى أن نحن نشوف نفس الأداء نفس الحالة نفس الحماس نفس الروح اللي كانت موجودة في مباراة فيوتشر عشان ما نقولش أنه مباراة فيوتشر كانت صدفة لا يبقى بنقول أنه الأهل جاي ومدام الرجالة تقدر تأدي ده في فيوتشر تقدر تأديه في أي مباراة جاية وده واحد كمان من أهداف النهاردة نتمنى إن شاء الله بإذن الله المباراة تكون عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي نتيجةً وأداءً وإن شاء الله بإذن الله الفوز يكون من نصبنا